المتوّش بلقب المونديال ديديا ديشان إضافة إلى مدرب وصيف بطل المونديال المندخب الكرواتي زلاتكو داليش وسيعلن الفيفا عن الفائز بجائزة أفضل لاعب وأفضل مدرب في الرابع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة البريطانية لندن وللمزيد من الحديث عن جائزة الفيفا لأفضل لاعب ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت صحفي رواد مزهر رواد مرحبا بك معنا في سكاينيوز عربية قبل الحديث عن تواجد اسم المصري محمد صلاح ضمن المرشحين لذي باست دعنا نبدأ بما صدم معظم عشاق كرة القدم وهو غياب الأرجنطيني ليونال ميسي أولا هل تفاجأت بذلك وبرأيك هل هذا الغياب مبرر؟ صراحة لم أتفاجأ بذلك على المستوى الكروي لكن العرف أصبح أن يكون ميسي بين السلاسل في اللائحة النهائية لاختيار اللاعب الأفضل في العالم إذن ميسي يغيب للمرة الأولى منذ عشر سنوات وهذا أمر لم نألفه لا نحن ولا الجمهور ولا أي من المتابعين كرة القدم حول العالم فاليوم بغياب ميسي وربما في حال خسارة كريستيانو رونالدو للقب تكون السنائية قد انتهت وقد بدأ عهد جديد لم نشهده منذ عشر سنوات تحديدا رواد لننتقل إلى محمد صلاح كما نعلم هناك تضارب في الأراء بين مؤيد ومعارض لوجود اسم صلاح ضمن قائمة دباس لنبدأ بمن يؤيد المؤيدون يعتقدون أن ماداما البرمير ليج هو أفضل دوري في العالم وصلاح نال جائزة أفضل لاعب في هذا الدوري فهو يستحق أن يكون ضمن هذه القائمة ماذا تعتقد؟ لا شك أن صلاح اجتهد في الموسم الماضي ليكون اليوم بين أفضل سلاسة لاعبين في العالم لكن ما أفرحنا هو ربما عكس الواقع أو عكس ما يراه البعض كرويا هناك لاعبون أحرزوا ألقابا أكثر أو قدموا أكثر يستحقون أن يكونوا بدلا من صلاح مثل جريزمان مثل ليونيل ميسي أو غيرهم من اللاعبين مثل بابي بطل العالم مع فرنسا وهو أصغر لاعب ربما في فرنسا يتوج بلقب الكأس العالم إضافة إلى أفضل لاعب صاعد والسلسية في فرنسا لذلك أعتقد أن هناك لاعبون كانوا يستحقون أن يتواجدوا هنا لكن على ما أظن شخصيا أن من أوجد صلاح هنا هو الجمهور المصري والجمهور العربي الذي صوت بكسافة كما نعلم أن الجمهور لديه حوالي 25% من الاختيار القائمة النهائية لذلك أعتقد أن الجمهور المصري والجمهور العربي بشكل عام أوصل صلاح إلى هنا وبما أنه هنا الآن نتمنى أن يتكلل هذا الإنجاز وأن يصبح الأفضل في العالم مع استبعاده للأمر أكيد ودعني أضيف لما قلت رواد البعض الآخر أيضا يعتقد أن الضم اسم صلاح للقائمة هو فقط محابات للجمهور العربي وللعب المصري كما قلت لأنه لم يحقق أي شيء بعد بمقارنة مع لاعبين فازوا بكأس العالم وببطلات أخرى نعم لا أعتقد أن وجود صلاح ومحابات بقدر ما هو مثل ما قلت قبل قليل أن الجمهور العربي ساعدها على الوصول إلى هنا إضافة إلى قادة منتخبات أفريقيا وآسيا كما نعلم أيضا أن قادة المنتخبات والإعلاميين ومدربين المنتخبات هم أيضا 25% لذلك هم والجمهور نصف لذلك قد يكون التعاطف مع محمد صلاح ما قدمه الموسم الماضي بعد تتويجه بلقب هداف الدوري الإنجليزي إضافة إلى أفضل لاعب في إنجلترا من دون أن ننسى إصابته قبل المونديال وما رافقها من إصارة لجدل ومن تعاطف لذلك قد يكون كل ذلك ساهم إضافة إلى موهبة صلاح الكبيرة والتي تفجرت الموسم الماضي مع ليفر بول في وصوله اليوم ليكون بين السلاسة النهائين طيب رواد الأسماء المرشحة الآن لجائزة أفضل لاعب من قبل الفيفا هي نفس التي كانت مرشحة لجائزة أفضل لاعب في أوروبا من تعتقد بكل موضوعية أنه سيفوز بهذه الجائزة؟ المرشحة الأول هو أفضل لاعب في أوروبا لوكا مودريتش لوكا مودريتش كما نعلم حقق لقب للشامبيونز ليج إضافة إلى كأس العالم للأندية مثله مثل زميلة الصابي كريستيان رونالدو لكن ما يعطيه الأفضلية هو وصوله إلى النهاء المونديال وتحقيقه لقب أفضل لاعب في المونديال وتقديمه لمستوى كبير في كأس العالم الأخيرة لذا أعتقد أنه سيكون اليوم أفضل لاعب في عام 2018 من دون أي منافسة حتى رواد الفيفا أعلن أيضا عن قائمة المدرب الأفضل وضمت الفرنسي زيندين زيدان وديديا ديشان الذي توج بلقب المونديال وإضافة إلى زلاتكو دالتش مدرب وصيف المنتخب بالمونديال برأيك من سيناء الجائزات أفضل مدرب لهذا العام؟ بداية من جيد أن نرى زلاتكو دالتش بين أهم سلاسة مدربين في العالم المدرب الأسبق لناديا العين والهلال السعودي لكن أعتقد أنه من الصعوبة أن ينافس السناء الفرنسي زيندين زيدان وديديا ديشان على المستوى الشخصي أعتقد أن ديديا ديشان سيتوج كأفضل مدرب هذا العام بعد قياداته لمنتخب الديوك إلى لقب المونديال بعد غياب 20 سنة عن التتويج وبعد صناعته لمنتخب فرنسي قادر على الزهاب بعيدا إن كان في المونديال أو المصابقة الأوروبية بعد سنتين وربما أكثر نسبة للتوليفة التي أوجدها في المنتخب لذلك كما يطلق البعض اليوم فرنسا لديها منتخبين وأكثر أما زيندين زيدان فهو المدرب الأخير المتوج بهذا اللقب أعتقد أنه استطاع أن يحافظ على لقب الشامبيونز ديغ وأن يحقق إنجازا كبيرا لم يصبقه إليه أحد لذلك ستكون المنافسة بينهما مع اعتقادي أن ديديا ديشان سيكون المدرب لهذا العام أنا أشكرك جزيلا كنت معنا من بيروت الصحفي رواد مزهر